أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الجهود التي تتم لتنظيم مؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخة لإظهار قدرة مصر على صدافة الفعاليات الدولية الكبرى وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفعالة في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج نوفي من جانب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص وتطرق الاجتماع إلى أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واكتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر القادم بهدف تنصيق وتوحيد المواقف والرؤى الإفريقية قبيل انعقاد مؤتمر الدول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27